ينضم إلينا من تونس فاضل طياشي الكاتب والباحث السياسي سيد فاضل لماذا يحيط الغموض بهذه الحكومة حتى هذه اللحظة؟ مساء الخير هو بالفعل يعني تيلة الشهر الذي انقذ منذ تكليف هشام المشيشي بتشكيل هذه الحكومة ظل الغموض فعلا مسيطرا عليها سواء من حيث الخيارات التي سيقدم عليها المشيشي أو من حيث الأسماء حتى التسريبات التي صدرت في الآوين الأخيرة اتضح كلها أن كلها كانت خاطئة ويتواصل الغموض إلى هذه اللحظات وقد أعلنت رئاسة الحكومة أنه حوالي بعد بضعة دقائق من الآن سيتم الأعلان عن تشكيل هذه الحكومة في الساعة العاشرة ونصف بتوقيت تونس وبذلك يكون المشيشي قد استوفى المهلة كاملة مهلة الشهر وهذا بالنظر إلى طول المشاورات وإلى ما حصل من تعقيدات ومن تعطيلات من طرف الأحزاب التي تريد المشاركة في هذه الحكومة غير أن هشام المشيشي اختار حكومة كفاءات مستقلة وكان من وراء هذا الخيار رئيس الجمهورية قيس سعيد وهذا ما قد يكون عطل المشاورات وجعلها تأخذ كل هذا الوقت خصوصا وأنه ليس من السهل اختيار كفاءات مستقلة حقيقية يعني أحيانا يقع اختيار شخص على أساس أنه مستقل يتضح فيما بعد أن له انتماء حزبيا وهذا ما لا يريده المشيشي أراد التدقيق بشكل كامل في الأسماء التي سيختارها حتى لا يواجه انتقادات في الفترة القادمة بأنه يعني عين أطراف حزبية مختفية أو إلى غير ذلك من الانتقادات الأخرى فضلا عن الكفاءة الحقيقية يعني المشيشي قضى هذا الوقت لاختيار كفاءات حقيقية تكون قادرة على مساعدة البلاد في الفترة القادمة على الخروج من هذه المرحلة الصعبة من ناحية الاقتصادية ومن حيث التنمية والشأن الاجتماعي والشأن الأمني أيضا يعني الكفاءات أصبح مطلوبة اليوم في دونس إذا كان الحصول على ثقة البرلمان قد يكون هو الأقرب حتى لا يتم التوجه إلى انتخابات برلمانية جديدة ولكن كيف يمكن أن تتعامل هذه الحكومة حكومة للكفاءات القادمة في تمرير القوانين أو ما تسعى إليه من أجل أن تسير أعمالها بالفعل يعني في صورة حصولها على ثقة البرلمان ستطرح في الفترة القادمة مشكلة يعني التناغم والتنسيق بين هذه الحكومة هو بين الأحزاب الممثلة في البرلمان والتي لن تكون حاضرة في هذه الحكومة بالفعل يعني ستطرح صعوبات كبيرة أمام هشام المشيشي في تمرير القوانين خصوصا وأن القوانين الهامة تتطلب أغلبيات كبرى في البرلمان والإصلاحات أيضا لا بد لها من قوانين وأيضا قانون المالية في نهاية العام إلى غير ذلك من الأصلاحات التي قد ينوي تنفيذها هنا الكرة ستكون بين أيدي الأحزاب يعني ربما هشام المشيشي قد يضعها أمام الأمر الواقع استنادا إلى المصلحة الوطنية للبلاد يعني أكيد أن خطابه سيكون مرتكزا على هذه الناحية سيطلب من الأحزاب أنها تساعد حكومته ولا تعطلها بغاية وحيدة تهم الجميع وهي المصلحة الوطنية في البلاد وأنقاذ البلاد من هذه الوضعية طبعا الأحزاب إذا عطلت الحكومة في الفترة القادمة وإذا لم تساندها وتوفر لها كل التسهيلات من الطبيعي وأنها ستتحمل مسؤولية الفشل الذي قد تسقط فيها هذه الحكومة لذلك كما قلنا الكرة ستكون بين أيدي الأحزاب هذه الأحزاب أصبحت مطالبة حتى من التونسيين أنفسهم الشعب التونسي أصبح يطلب من هذه الأحزاب أن تكون في مستوى المسؤولية وأن تتحمل مسؤوليتها وتساعد الحكومة القادمة على الأنقاذ سيد فاضل طياشي الكاتب والباحث السياسي كنت معنا من تونس شكرا لك